اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الحوت في منزلة المؤخر طبعا هاي المنزل اللي الربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر وحكينا انه القمر لما بكون موجود في الحوت بالفترة هاي بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز في موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار خصوصا القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزبوا جانبا بدرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بتغيب عن عملهم نتيجة المرض او شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبال الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء الالتصوير اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا النهار فهي اول زاوية رح تكون زاوية التربيع السلبية بين الزهرة والمشتري وهي تعتبر من الزوايا الوطيئة يعني شوي بيكون تأثيرها يعني بوخت تقريبا بحدود من سبعة لتسعة ايام رح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة مساء بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بصير عندهم نوع من انواع الفشل في هاي الامور اما الزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون برضو بين كوكبين بطيئات اللي هو عطارد والمريخ رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا وهاي الزاوية يعني بدها تأثير تقريبا برضو بحدود الاسبوع يعني صار لها تقريبا ثلاثة ايام او اسبوع ورح تستمر لا اسبوع قادم في هاي الفترة بصود شعور بعدم يعني عام بالوئام بصير في نوع من انواع التوافق ما بين الجميع بيسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزيز العلاقات مع احباءنا اما دوليا شو اللي بصير تأثيرها بدل على اهتمام وسائل الاعلام والصحف والجرائد بسياسة البلد خصوصا العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين اوضاع العسكر ورجال الامن كما بتشهد هاي الفترة تزايد تنقلات الجيش من مكان لاخر في نفس البلد وبتركز الصحافة على قطاع الصناعة وتحسين اوضاع العمال والقطاع الصحي في البلد وكمان بصير في نوع من انواع الاهتمام بالميادين الرياضية او المجالات الرياضية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر ونبتن رح تكون فيه تمام الساعة عشرة وواحد وثلاثين دقيقة ظهرا هاي زاوية سريعة يعني بتأثيرها 12 ساعة بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما اللي رح يصير اليوم برضو شيء شوي له انتقال الشمس يعني هذا رح يسعد ابراج ورح يزعل ابراج ومن هالكلام فيه ناس رح يتهاجمني كمان طبعا انتقال الشمس من الحمل للثور عشان هيك منقول لها موليد برج الثور كل عام وانتوا بكل الخير ان شاء الله الساعة 22.45 دقيقة بعد العصر يعني قبل حلقة الغد رح ينتقل الشمس رح تنتقل لبرج الثور عشان هيك بكون عيد ميلادهم فهي انتقالها حكينا ساعة 22.45 دقيقة ورح تستمر في برج الثور لغاية 20.05 بصورة عامة اثناء وجود الشمس في الثور منكون اكثر ترويا في تصرفاتنا وتحركاتنا نحو هدفنا على عكس الفترة السابقة وجود الشمس في الحمل كانت تتميز الاجواء بالحركة والتسرع والعصبية من ميل خلال الاسابيع الاربعة للمحافظة على ممتلكاتنا ومندرس خطواتنا قبل التنفيذ منشعر او منعشق بالطبيعة كثير بصير عنا رغبة للتأمل اكثر من ميل البناء والتعمير بيشعر بعض موليد برج الثور بوضع صحي افضل من السابق حيث يقبلون على عملهم بهمة ونشاط بيستفيد مع موليد برج الثور موليد الابراج الترابية الاخرى زي العذراء والجدي والابراج المائية زي السرطان والعقرب والحوت واضعف الابراج الهوائية اللي رح تتأثر هو برج الجوزاء لانه رح يكون موجود في بيت متاعبهم اما بالنسبة للعقرب فرح يكون الشمس مقابلهم فعشان هيك العقرب الجوزاء هذولا اكثر ناس رح يحسوا بالضغط خلال اللي هي فترة تواجد القمر في برج الثور ابرز المجالات اللي رح يتأثر على كل الموليد في فترة مكوث الشمس في برج الثور الحمل مكاسب مالية برج الثور بيبدأوا فترة افضل من سابقتها صحيا ونفسيا ولكن مش من بكرة يعني الشمس مجرد ما دخلت على الثور ييجي مثلا موليد العشرية الثانية فما حسناش باشي ما تغيرتش الامور لسه هموم لا هذا كل يوم بيجي عيد ميلاد شخص من موليد برج الثور يعني بنتقل الان من بيت لبيت من درجة لدرجة فكل يوم بيكون عيد ميلاد واحد من موليد برج الثور كل ما توصل الشمس لدرجته يعني العيد ميلاده بتبلش من هاي اللحظة سنته فعشان هيك بيبلش يحس بالتحسن من يوم عيد ميلاده طبعا فيه اشخاص رح ييجي عيد ميلادهم رح يكون القمر موجود في بيت نحس او بيت مش منيح لهم بيتهم السادس سابع ثامن بيت متاعبهم يعني اذا نوجد في هاي الاماكن طبيعة الحال هم ما رح يحسوا في نفس اليوم انه في تفاؤل الا لحد ما يوصل القمر لمكان مناسب لالهم اللي يشحنهم بطاقة كاملة اللي يتجاوزوا فترة الضغوطات اللي كانت في الفترة الماضية عشان هيك اول موليد برج الثور هم اول ناس بيحسوا في هذا التغيير خلال يومين او ثلاثة مجرد ما انه انتقل القمر لعند الثور يعني هسا القمر موجود في الحوت ما رح يساعدهم ولكن لما يوصل القمر في برج الثور نفسه رح يحسوا انه اختلفت الامور عندهم وبدت الفترة هاي تمشي بالاتجاه الصحيح اما بالنسبة لبرج الجوزاء طبعا رح تتراجع صحتهم ورح تفشل كثير من الامور عندهم ورح تتأخر بعض الانجازات لهم طبعا مش انا اللي بحكي هذا الحقيق هذا سبب وجود انه الشمس موجوذي في بيت متاعبهم بدهم يديروا بالهم على صحتهم بالفترة هاي اما بالنسبة لبرج السرطان بينشطوا اجتماعيا بالفترة هاي اما برج الاسد بدفعوا بمصالحهم في مجال العمل يعني بركزوا على العمل اكثر شيء اما العذراء بينشطوا في امور لها علاقة اما بالسفر او باتصالات خارجية مع اشخاص خارج البلاد او ممكن في عملية الاستراد والتصدير ممكن في اوراق قضائية ومحاكم واشياء من هذا القبيل وفي منهم رح ينشط بعملية الدراسة خصوصا الدراسة الجامعية او انه يفكر انه يطور دراسته او باهتم بامور الدراسة والامتحانات اما بالنسبة للميزان بنظم امورهم المالية المشتركة ولكن انه بكون في نوع من انواع الضغط موجود عليهم لانه لسه موجود الشمس بتكون موجود لسه في بيتهم الثامن فالتأثيرات بتكون سلبية فعشان هيك زي ما حكينا انه الميزان العقرب القوس هذولا اكثر ناس رح يكونوا تعبنين اما بالنسبة للعقرب بيعززوا شراكتهم هذا الايجابي شراكة مالية وعاطفية ولكن بالمقابل انه بكون ما عندهم طاقة يعني بتكون طاقتهم ضعيفة اما بالنسبة للقوس بيتراكم العمل عندهم وبينتبهوا لصحتهم اكثر ولكن برضو في نفس اللحظة انه هذا بيت الصحة شوي بكون في نوع من انواع الضغط على الصحة فعشان هيك الميزان عقرب قوس وجوزاء هذولا اكثر ناس بدهم ينتبهوا خلال هذا الشهر انه هو اضعف اضعف الابراج في خلال شهر اربعة وخمسة اما بالنسبة للجدي فترة حظ في العاطفة والمل اما بالنسبة للدلو استفادة في العقارات والسكن وتعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للحوت نشاط في الاتصالات والتنقلات وتعامل مع الاخوة والجيران طبعا بالنسبة لقلو المسار القادم بحلقة الغد ان شاء الله رح نحكي عنه لانه هو رح يكون بعد حلقة الغد ساعة 11 ونص بالليل ببدأ وبستمر حتى ساعات الصباح لغاية الساعة 7 صباحا اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 21 دقيقة فجرا بيصبح 25 يوم نسبة الاضاءة 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب الشمس في الحمل والثور حتى 25 مزاجها منتحس القمر في الثور حتى 20 أربع المزاج منتحس عطارد في الحمل حتى 27 أربع المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى 13 خمسة بعدما تبدأ عملية التراجع مزاجها سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمسة مزاجها منتحس المشتري في الجدي حتى 14 خمسة بعدما تبدأ عملية التراجع مزاجها منتحس زحل في الدلو حتى 11 خمسة بعدين تبدأ عملية التراجع ومزاجها منتحس اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى 23 ست وبعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربع وبعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا لا اخر يوم وبظل نص يوم كمان يعني ضاي اليوم ونص بظل القمر موجود في بيت متاعبكم عشان هيك بسيطر عليكم التعب لليوم الثاني على التوالي اللي بيشعر باعراض غير اعتيادية يجب انه يتوجه للفحص والعلاج اهمش انك تأخذ قصد كافي من الراحة تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة حاول انك تتجاوز مخاوف ما الها اي اساس بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الاول فطبيعة الحل رح يظل في نوع من انواع الضغط فمزاجك رح يظل متخلب خلال هذا النهر تشعر انه انت في حيرة او في تقلب في المزاج في عندك نوع من انواع ردات الفعل العصبية ممكن تكون خلال هذا النهار اهم اي شي انك انت يتراقب وضعك الصحي وتأخذ قصد كافي من الراحة حاول انك ما تدخل لا بنقاشات ولا بجدالات تكون فيها عصب المزاج اما بالنسبة للبيت الثاني فبشوف البيت الثاني اجمالا يعني بكون في نوع من انواع الايجابية ممكن يخلي الى اهتمام ببعض الامور او الشؤون المالية او بعض الاشياء اللي بتتعلق في المصاريف او الدفعات او الاهتمام باعمال اضافية او ممكن تحصيل او الاهتمام بتحصيل اموال ممكن يا اما من دعم يا اما من لجان مساعدات اما بالنسبة البيت الثالث فبيتك الثالث شوي بخلي المزاج عصبي عندك فعشان هيك اليوم ما بدك تعتمد على الحظ نهائيا بدك تحاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية ما تحاول تدخل بنقاشات عشان يعني الحساسية لزيادة اللي ممكن تكون عندك يعني الشخص يستفزك فتحاول تفرض رأيك عليه فيستفزك بزيادة فتوصل لمشاحني حاول انك ما تحاول تفرض رأيك على حدا ارتب نقاشاتك يعني خليها محصورة بدون عصبية ومن كل عنده امتحانات او عنده دراسة اليوم خصوصا المراحل الاساسية اللي هي لغاية الثانوية العامة هدولا بدهم يدرسوا ما يعتمدوا على الحظوض اما بالنسبة للبيت الرابع يعني على مستوى البيت اجمالا الامور اليوم بتكون اهدى يعني فيه نوع من انواع التواصل او التفاؤل او الهدوء على مستوى البيت رغم انك انت ضايج من شيء معين لكن انه ممكن انك انت تتجاوز المرحلة هاي في منك ورح يهتم اما بموضوع بتعلق في احد الابناء او موضوع الى علاقة بتصليحات وترميمات ومشتريات ومهام ومسئوليات منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس شوي اليوم العواطف عندك مش بقوتها فعشان هيك يكون عندك نوع من انواع التردد او نوع من انواع العصبية او ردات الفعل العصبية حاول انك تمسك حالك بالفترة هاي ما في داعي للحدية العالية اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور على مستوى العمل برضو انه العمل بتراكم عندك خلال هذا النهار ما عندك رغبة بانجاز كثير من الاعمال وفي منكو ممكن انه يظهر مسألة صحية او شيء لها علاقة بالصحة فيهتم في الامور الصحية اكثر اما بالنسبة لبيتك السابع بيتك السابع يعني بيت الشراكي شوي بعطيه نوع من انواع الضغط برضو فعشان هيك يفيه نوع من انواع الحدية ممكن تكون ما بينك وبين الشريك شريك العاطفي يعني الزوج فالمتزوجين بدهم يديروا بالهم من مشاحنات او خلافات او حدية في الطباع تكون من وقت لاخر حاولوا قدر الامكان تشحنوا حالكو بطاقة ايجابية وتتجاوزوا هاي الضغوطات اما بالنسبة للبيت الثامن يعني شوي البيت الثامن ممكن انه يلطف عليك بعض المسائل ولكن انه برضو امور المال والحسابات والفواتير والالتزامات كلها هاي ممكن تظهر على الساحة خلال هذا النهار اللي بده يطلب نوع من انواع المساعدات او الدعم ينتظر لحديث ما يوصل القمر لعنده بكون افضل اما بالنسبة للبيت التاسع يعني الامور على مستوى التواصل مع الاشخاص خارج البلاد بتكون مقتصرة على اشخاص مهمين بس يعني ما رح يكون في رغبة بالاتصال بالمجتمع كله وبالناس كلها اللي انت بتعرفها خارج البلاد وتكون منفتح وتتجاوب معهم واذا رنوا عليك يردوا عليك لا انت اشخاص معينين انت رح تهتم فيهم اشخاص رح تتواصل معهم واشخاص ما رح تتواصل معهم يعني انت نفسك ما عندك نفس انك انت اساسا تتواصل معهم وعادي سهل جدا انت تحضر اي حدا وتعمل اي حدا بلق خلال هذا النهار اللي عنده امتحانات جامعية او اهتمامات دراسية بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض نهائيا يعني يحاول انه يكون مستعد للامتحانات اللي عندهم اهتمامات او مشاكل قضائية واوراق قانونية ما يقصروا لازم يجمعوها لانه الامور مش لصالحهم اذا نسوها اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة جيد يعني اللي بيشتغلوا بالشركات الكبيرة اليوم بينجزوا بعض العمال المكللة لهم وفي منهم ممكن يتعاون مع زميل او مع رئيسه بالعمل وينجز بعض الاعمال وفي منكه راح يحافظ على سمعته او يدافع عن سمعته بشراسة اما بالنسبة للبيت 11 بيت الاصدقاء والعلاقات فانا شايف انه برضو نفس الشيء ما عندك رغبة كبيرة للتواصل مع اشخاص اه اصدقاء الا على شكل محصور شوي اما لسؤال او جواب او استفسار او طلب مساعدي فقط لا غير ما راح يكون يعني الاطمئنان هذا لقل قليل راح يكون اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الثور طبعا اليوم راح يكون في عندكم نشاط اجتماعي اه ممكن اتصالات ممكن تسعدوا باما باللقاء او اتصال الاصدقاء منكم ممكن نشارك في مناسبة او ممكن تكون في علاقات اه اه صداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير خلال الفترة هاي والثقة المتبادلة يعني كل اشي راح يكون متركز على العلاقات العامة وعلى الاصدقاء وعلى المعارف خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الاول اليوم شخصيتك احسن شوي صحيح انه ما زالت الامور انه القمر موجود في مكان مش دعمك بشكل كبير ولكن انه برضو انت اليوم بتحسن ونفسيتك بدأت تتحسن احسن عندك استقرار بالنفسية وعندك ثقة عالية بنفسك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف البيت الثاني اليوم يعني شوي في الالتزامات والمصاريف المالية هي اللي راح تظهر على الساحة اكثر وممكن اليوم يكون عندك كثير من المصاريف او الالتزامات او الشؤون المالية اللي ممكن انها تأرقك يعني قدر الامكان بدك تحاول انك انت تشحن حالك بطاقة تقدر تتجاوز هاي المرحلة وفي نفس اللحظة ما في داعي انك تلتزم بامور انت ما بتقدر تتجاوب معاها واللي عليه الالتزامات كثير يحاول يرتبها بشكل جيد اليوم ويقللوا من مصاريفكم اما بالنسبة لبيت الثالث فهو جيد جدا بدعمك بشكل قوي فعشان هيك اليوم بتكون عندك نشاط الاتصالات والتواصل وسرعة البديهة والنقاشات واقناع الاشخاص بوجهة النظر حث الابناء على الدراسة او الدراسة او الامتحانات على المستوى اللي ما تحت الجامعة اللي الاساسية والثانوية بتكون ممتازة جدا وعندك طاقة كبيرة جدا اليوم تحققوا انجازات رائعة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وحتى الاتصالات يعني كل الامور هاي او الاهتمام حتى بالاجهزة او بالسيارات اما بالنسبة للبيت الرابع يعني شوي مش هالقوة موجودة على مستوى البيت ولكن احنا منقول انه روتيني شوي يعني ممكن في ساعات العصر هيك يكون فيه ايجابية عالية ولكنه هو روتيني بتتعاملوا فيه على حسب طبيعة منازلكم وعلى حسب طبيعة الوضع اللي انتو عايشين فيه او الحياة الاجتماعية اللي انتو فيها اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس اليوم يا اما متفق معكو يا اما مختلف معكو على حسب طبيعتكم انتو شركاكم بيكون يعني ما في حل وسط اليوم يكون على مستوى العاطفة يا اما بتكون عواطفكو جياشة مية في المية يا بتكون ما في عاطفة نهائيا اليوم وتتجنبوا الاحباء او بتتهربوا حتى من اتصالاتهم اما بالنسبة للبيت السادس يعني اجمالا البيت السادس بدعمك في بعض النقاط اللي ممكن انك انت تتعاون مع اشخاص معينين لانجاز بعض الاعمال او المهام او استشارتهم في انجاز بعض الاعمال ممكن تكون مساعدة عالية جدا وتنجز بعض الاعمال المهمة فقط لا غير وفي منكو ممكن يهتم بشأن صحي او امور الهلاقة بالصحة الك او لاحد احباك اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف البيت السابع جيد اليوم بدعمك في كثير من المسائل ما بينك وبين الشركاء وممكن يعمل تقارب ما بينك وبين الشركاء او ممكن انك يكون عندك اليوم اهتمامات بتوقيع اوراق او لقاء بعض الاشخاص اللي بدعموا من الشراكة او يكون عندك مشروع او فكرة اليوم ممكن انت تروجها اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور على مستوى البيت الثامن يعني شوي ممكن يكون فيه برضو امور الفواتير والالتزامات يعني تكون ظاهرة على الساحة خلال هذا اليوم ولكن عندك بعض الحلول في منكم ممكن يفكر بقرض او نوع من انواع الاستداني او الدعم الخارجي ممكن تجيهم مساعدات او يجيهم نوع من انواع الدعم هذا يوم مناسب لهاي الامور اما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع اليوم يعني شوي بعطيك مجال من مجالات الاتصالات او التواصل مع اشخاص خارج البلاد يعني ممكن تكون هاي فيها نوع من انواع الايجابية تفقد بعض الاشخاص او الاتصال معهم او التواصل معهم او الاهتمام بدراسة او امتحان جامعي هاي كلها امور ايجابية ولكن بدك تدير بالك اثناء التنقل على الطرقات طبعا مش لكل الاشخاص في اشخاص قاعدين في البيت ومحجور عليهم وبطلعوش من البيت في اشخاص على رأس عملهم احنا بنحكي للاشخاص اللي على رأس عملهم اما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر او شوي يعني اموره احسن تقدر تحافظ على سمعتك اليوم تقدر تدافع عن سمعتك وتثبت برضو او يعني حسن التعامل ما بينك وبين الافراد اما بالنسبة ل او بيتك 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيت متاعبك اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف انه الامور على مستوى بيت المتاعب يعني شيئا ما جيدة ولكن نقولك انه حاول انك انت تنجز الاعمال الضرورية بدون ما تجهد نفسك حاول تاخذ قصد كافي من الراحة راقب تغذيتك وغذائك وراقب برضو اوضاع صحتك وقصوصا الامور الصحية اذا شعرت باي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك ولكن بدون ما تتوسوس برج الجوزاء يوم مناسب للي عندهم نية انهم يبحثوا عن مصدر عيش جديد او عمل جديد او عمل مساعد او برغب في ادخال تعديل على طبيعة عمله بتعززوا العلاقة مع المسؤولين بتحظى بالشعبية وبتكون كل اعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي خلال هذا النهار طبعا القمر موجود في بيتك العاشر فعشان هيك بدعمك وهذا بيت السمعة بدعمك في كثير من الامور وبساعدك في كثير من الامور اما بالنسبة للبيت الاول فبلاقي اليوم نفسيتك او عندك فيها نوع من انواع التقلب لحظة ايجابي لحظة سلبي لحظة معصب لحظة ريك لحظة مبسوط لحظة بتنكد عليك يعني متقلب المزاج خلال هذا النهار عشان هيك بدك تحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية اللي تتجاوز هاي السلبيات الموجودة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف البيت الثاني اجمالا جيد يعني بدعمك بشكل ايجابي خلال هذا النهار ممكن يكون في بعض المساعدات او الدعم او هدية او امور مالية ممكن تجيك بجانب وفي منكم ممكن يكون عليه مصاريف الزيادة او دفعات او التزامات حاولوا انكم تقللوا من المصاريف على الجهتين على اساس انه انت تحصر الفترة هاي لغاية ما القمر يوصل لعندك بتكون الامور استقرت بشكل ايجابي وصار في مجال لبعض الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور على مستوى البيت الثالث فيها نوع من انواع الضغط او العصبية ممكن اليوم تعصب او تنفعل من تصرف احد الاشخاص او موقف معين ولكن اجمالا انت بتقدر تحكم حالك وتسيطر على امورك بالوقت اللي انت بالدكية في منكم ممكن يكثر عنده التنقل او الاتصالات او الاهتمامات اللي الها علاقة بالاتصالات والمواصلات يعني مثل سيارة او اجهزة الكترونية وفي منكم ممكن يكثر الاتصالات باتجاه واحد حاولوا قدر الامكان انه ما تكونوا عصبيين واستغلوا الايجابيات اللي عندهم امتحان او عندهم دراسي اليوم بدهم يركزوه بشكل جيد وخصوصا اللي في المراحل الاساسية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت الرابع الامور ممكن يكون فيها بعض الهدوء او الانسجام على مستوى البيت في منكو ممكن اليوم يصير فيه نوع من انواع التفاهم ما بينه بين احد افراد العائلة او التقارب وممكن حل مسألة معينة او ممكن مشتريات وتصليحات وترتيبات ومسئوليات منزلية او لقاء واهتمام ببعض افراد العائلة اما بالنسبة البيت الخامس فانا شايف الامور على مستوى البيت الخامس عاطفيا يعني مش قوة الحضوض اللي موجودة عندك او قوة العاطف اللي موجودة عندك اللي انت ممكن يتعبر عنها خلال هذا النهار يعني اهتماماتك بتكون فقط لا اشياء معينة عاطفية فعشان هيك يحاول انك انت ما تعمل شرخ او صدام نفسي ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فانا بقول انه الاجواء جيد اليوم لانجاز بعض الاعمال ما رح تتراكم عندك الامور اهتماماتك عالية وفي منك رح يهتم بامور الها علاقة بالصحة اما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكب يعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك ولكن في لحظة ممكن عصبيتك تخرب هاي الامور او ممكن تقلب مزاجك يعمل يعني نوع من انواع الاستفزاز ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة البيت الثامن فهو اقوى تقريبا البيوت موجود في البيت الثامن او الحضوض فعشان هيك بدعمك على مستوى طلب الديون او طلب قرد معين او امور بنكية او اوراق او معاملات وفي منك ممكن يحصل على دعم معين او ميزات معينة مالية خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت التاسع فيعني مش كثير الرغبة بالاتصالات الخارجية بالعكس يعني اذا الاتصالات بتكون محصورة على اشخاص معينين في منكم ممكن يهتم باوراق قانونية او اهتمامات الها علاقة بالدراسة او المؤسسات التعليمية او المراكز التعليمية وفي منكم ممكن يهتم بلغة جديدة او نقاشات العلاقة بالفلسفة والدين او الغيبيات او الامور اللي من هذا القبيل اما بالنسبة لبيتك العاشر فكما ذكرنا بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 بدعمك برضو بشكل جيد خلال هذا النهار على مستوى الاصدقاء يعني ممكن تتواصل مع بعض الاصدقاء او هم يدعمك في مسألة معينة وممكن يكون في ايجابيات انت ما كنت متوقعها اما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب بدك تحذر قدر الامكان ما ترهق حالك كثير وحاول انك تنجز الاعمال الضرورية وحاول انك تأخذ قصد كافي من الراحة برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت التاسع بيت حليف لايكم قوي جدا مدعمكم في امور اللي علاقة بالاتصالات والامتحانات وفي برضو اللي عندهم اما نية للسفر او افكار بالسفر اليوم بتنشط عندهم الامور وببلشوا اما عملية مراسلة او عملية اتصال في اشخاص خارج البلاد لتنظيم هاي الامور مستقبلا اهم يشنكو الاشخاص اللي بيطلعوا من البيوت او عرأس عملهم بالفترة هاي بدهم يكونوا اكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن ممكن تشعروا بقوة العاطفة اليوم اه في اه يعني حكينا انه هي الاحلام بالسفر والقيام بمشاريع كبيرة يعني ممكن الاهتمام بهاي المسائل وفي منكم ممكن يهتم اما بدراسة لغة جديدة او عن حضارة معينة او الاهتمام بامور دينية وفلسفية وامور الى علاقة ببعض الدراسات اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور على مستوى البيت الاول جيدة بتدعمك اليوم نفسيتك احسن مشحون بطاقة ايجابية بتقدر اليوم تتحرك باكثر من اتجاه بتقدر يعني عندك ثقة عالية بنفسك اليوم هاي الثقة شوي بتعطيك ايجابيات كثيرة بتتجاوز كثير من السلبيات ممكن انك اليوم تنجز كثير من المهام او الاشياء المطلوبة منك اما بالنسبة للبيت الثاني فشوي البيت الثاني يعني ممكن يعزز لك بعض النقاط ولكنه انا باعتبره من الامور المقلقة ماليا يعني براكم عليك بعض المسائل المالية او المشتريات او المصاريف خلال هذا النهار او الاهتمامات المالية بدك تركز بشكل جيد وحاول انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك اليوم بشكل قوي جدا على مستوى برضو التنقلات والاتصالات والمواصلات وفيه منكم راح ينشط بالحركة خلال هذا النهار او النقاشات او الدراسة او بحث موضوع معين كلها هاي راح تكون لصالحه وخصوصا اللي عندهم امتحانات على المستوى الابتدائي والثانوي برضو بكون جيد وفيه منكم راح يحث ابناءه على الدراسة وفيه بعض التعاون بكون ما بينكم بين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور جيدة على مستوى البيت فيه نوع من انواع الهدوء او السكينة او انت قادر تسيطر على الموضوع بطبيعة الحل ممكن تظهر بعض الاعطال او الاهتمامات المنزلية او اشياء الها علاقة بالترتيبات او امور لها علاقة في هذا الباب وفيه منكم ممكن يتلقى خبر سعيد خلال هذا النهار واشياء بتربطكم ما بينكم وبين العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس اجمالا يعني بدعمك مع الحبيب بالتواصل بلقاء باشياء ايجابية بتدعم من علاقتك العاطفية اليوم برضو جيد اما بالنسبة الى بيتك السادس فممكن يتراكم عندك بعض الاعمال خلال هذا النهار يعني ما عندك رغبة بانجاز كثير من الاعمال حاول انك تنجزها كاملة حتى لو بتعمل ساعات اضافية حاول انك انت تهتم بانجاز اعمالك عشان ما تتسجل عليك نقطة كبيرة وبدك تهتم بوضعك الصحي اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي فانا شايف الامور برضو رح تكون جيدة خلال هذا النهار ابتدعمك في كثير من المسائل الي من خلالها ممكن يكون فيه اما مصالحة او تقارب ما بينك وبين الشريك حاول تستغلها بشكل ايجابي للتقارب وطبعا الا اذا كان الشريك عد من اللي مخهم زي الحيط فالله هيكون لك معين بدك تمشي هالفترة بخير وسلام انت بالنسبة للك طاقتك ايجابية ولكن ما بعرف طاقة الشريك كيف رح تكون اما بالنسبة لبيت الثامن فالبيت الثامن اجمالا منقدر نحكي يعني فيه نوع من انواع الضغط المالي اما على قروض او ديون او التزامات في اشياء بتأرقك او الاهتمام بعض الاوراق او ممكن يرفض او يصير فيه رفض لمداينتك او مساعدتك من جهة معينة حاول انك ما تيأس واستغل الفرصة مرة ثانية وقدم مرة ثانية ممكن يكون فيها ايجابيات الفترة هاي فيها نوع من انواع الحضوض اما بالنسبة لبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتنا العاشر فهو بدعمك شوي على امور لها علاقة بالسمعة بتقدر تحافظ على سمعتك وعلى انجازاتك وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل لانجاز بعض الاعمال الا انه في لحظات ممكن انت تتصرف تصرف يخلي فيه نوع من انواع الحدية ما بينك وبين رئيسك بالعمل او احد الزملاء اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم صداقاتك وعلاقاتك فممكن يخلي فيه نوع من انواع التواصل والاتصالات ما بينك وبين الاصدقاء وتكون بشيء مميز ممكن تسمع خبر او ممكن مساعدة او ممكن اشيء ايجابي يدعم من موقفك خلال هذا النهار وممكن استشارة لمسألة معينة ويكون صديقك يبادر بمساعدتك او يشور عليك بشيء انت بحاجته اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو اجمالا فيه نوع من انواع الضغط فعشان يكي منقول لك اليوم ما تجهد حالك كثير حاول انك تنجز الاعمال الضرورية حاول تأخذ قصد كافي من الراحة حاول انك تتنفس بهدوء يعني ما ترهق حالك كثير وما تزعج حالك كثير راقب وضعك الصحي غذائك اكلك فيتاميناتك كل هاي الامور ركز عليها واتركك من اي شيء ممكن يوتر عصابك وما في داعي للوسوس مرج الاسد بتنشغلوا في اعادة تنظيم اموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب او الافلام الخيالية اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور عن مستوى البيت الاول يعني شوي اخف حدية من الايام الماضية في عندك نوع من انواع التوازن خلال هذا النهار طبعا اليوم اللي جاي يعني بكرة بكون الوضع بتحسن اكثر واكثر ولكن اليوم لا ثقتك بنفسك اكثر وبرضو بتقدر تنجز كثير من الاشياء خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور عن مستوى البيت الثاني ما زالت الامور محيرة يعني لا هي ايجابية ولا هي سلبية وحسب كل شخص وحسب مجال عمله بتتحرك هاي الدرجة في منكو رح يستفيد ماليا وفي منكو رح ينضغط ماليا يعني متقلبة على حسب مكانتك وعلى حسب انتي شو بتشتغل وعلى حسب وضعك الاجتماعي اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف البيت الثالث ايجابي بدعمك بشيء ما بقدرة على النقاش او التحليل سرعة بديها عالية ممكن حث ابناكوا على الدراسة او مساعدتهم وفي منكو ممكن يهتم بمسائل العلاقة بالاتصالات والمواصلات او امور العلاقة بالتكنولوجيا او علاقة مع اخ اوجر اما بالنسبة البيت الرابع فالامور في البيت الرابع شوي رح تكون ايجابية بتدعم من علاقتك داخل البيت وعلاقتك مع افراد العائلة الاهتمام بالاخوة الاهتمام بالاباء بالابناء يعني الاهتمام بالعائلة ككل في منكو ممكن يهتم بشأن عقاري يعني بشأن العقار اما تطوير عقار او صيانة عقار او مشتريات الها علاقة بالعقار او اورق اورق عقارية سجلات ووثائق واشياء من هذا القبيل او لكن انه الاهتمامات المنزلية بتكون اليوم جيدة وانت عندك قدرة على انجاز الكثير منها اما بالنسبة البيت الخامس فالامور العاطفية برضو جيدة جدا انت مشحون بقوة عالية جدا من العواطف خلال الفترة هاي ممكن انه انت تعبر عن رأيك او عن اللي داخلك بكل سهولة وتصري الرسالة بسهولة اما بالنسبة البيت السادس فالبيت السادس ممكن يحسن بعض الامور اللي الها علاقة في العمل ممكن انت تنجز كثير من العمال الموكلة اللي للك عندك نشاط عالي جدا ما عندك كلل او ملل من العمل عمل في البيت او عمل خارج البيت عندك قدرة لا عمل اي شيء خلال الفترة هاي اما بالنسبة الامر الصحي فهو اجمالا بتحسن افضل من الفترة الماضية اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة فبيت الشراكة شوي ممكن يكون نحكي روتيني ما بدنا نحكي احنا لا ايجابي ولا سلبي فشايفوا انا روتيني اغلب الاوقات فعشان هيك منقولك انه نعتبره روتيني تعاملك انت والشريك على طبيعة العلاقة اللي ما بوجود ما بينك وبينه لا يعني اذا كانت العلاقة ايجابية فاليوم ايجابي اذا كانت العلاقة سلبية فاليوم العلاقة سلبية ورح يكون فيها كثير من المشاكل اما بالنسبة البيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني شوي ممكن يكون في بعض الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد بعض الاشياء وفي منكم ممكن يعني شوي يعمل اشياء ما كان سهل انه يعملها بالفترة الماضية ممكن اهتمام باوراق قانونية او مسائل او استشارات قانونية او امور اللي هعلاقة باعمال تتعلق بالاستراد والتصدير او مراسلة شركات او مؤسسات خارجية وفي منكم رح يهتم بامور علمية اما بالنسبة لبيتك العاشر فبيتك العاشر شوي بدعم من سمعتك خلال الفترة هاي رغم انه عندك بعض الحدية والعصبية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ اليوم ممكن انت تتجاوزها بشكل كبير حاول قدر الامكان انك انت تحافظ على سمعتك واذا عندك كثير من الاعمال حاول انك تتعاون انت واحد الزملاء او رؤسائك بالعمل بينجاز كثير من هاي الاعمال بتكون الامور برضو ايجابية اما بالنسبة لبيتك 11 برضو بدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم بعزز كثير من الامور ولكن انه ممكن يصنع لك بعض الخلافات ما بينك وبين بعض الاصدقاء او صديق او ممكن حساسية من موقف معين او خبر ممكن يزعجك عشان يمكن يصير فيه اليوم سوء تفاهم ما بينك وبين صديق حاول انك انت ما تحكم قبل ما تتبين وتتأكد من هاي الامور لانه الفترة القادمة رح يكون فيها كثير مشاكل على مستوى هذا البيت لغ بيت العلاقات وبيت الاصدقاء اما بالنسبة لبيت متاعبك فبيت متاعبك جيد ما في اي شيء يعني وبتهتم بصحتك وبتغذيتك وبأمور الحماية والتحصين اي واردة انك انت حامي يعني قادر انك تحمي نفسك وقادر انك انت تحصن نفسك من بعض التعب او المرض مرج العذراء تتركز اليوم جهودكم حول تعزيز شراكتكم الاجواء فيها نوع من انواع التشجيع يوم مناسب لا اتمام خطبة او توقيع عقد علاقتك الزوجية او العائلية او مع الشركاء بسودها الانسجام والتوافق يعني فيه نوع من انواع الايجابية تطغى على الشراكة المالية والعاطفية اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور اجمالا نفسيتك اليوم تتغير للاحسن او لاتجاه الاحسن بتكون مشحون بطاقة ايجابية اليوم عندك قدرة على انجاز كثير من المهام صحيح انه طاقتك بتكون ضعيفة في هيك وضعية للقمر ولكن انه اليوم انت بتقدر تشحن حالك بطاقة وتتجاوز هاي المرحلة اما بالنسبة لبيت الثاني فانا شايف الامور على المستوى البيت الثاني شوي ممكن تخلي عندك بعض الاهتمامات المالية او المسائل المالية او الامور اللي الها علاقة اما بمستحقات او فواتير او امور الها علاقة ببعض الدعم او الاعمال الاضافية اللي ممكن انها تجيب لك مدخول اما بالنسبة البيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات على مستوى النقاشات عندك قدرة على الاقناع على التسويق ام تقدر اليوم تهتم برضو باخ او جار او تختم بامور الها علاقة ام بالاجهزة الالكترونية او الكمبيوترات او السيارات يعني في اليوم ايجابيات كثيرة ممكن حث ابنائكو على الدراسة او التعامل مع احد الابناء اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور يعني شوي على مستوى البيت في بعض التذمر من الالتزامات او المصاريف او بعض المشاكل الداخلية للبيت اللي بتحاول انت تحلها في منكم ممكن ينشط في بعض الانجازات مثل انجازات البيتية مثل تصلحات ترميمات مشتريات اجتماعات عائلية نصائح عائلية او مشهورات في مسائل معينة اما بالنسبة للبيت الخامس فهو اقرب للحظ اليوم انه اليوم كثير من موليد برج العذراء بدخلوا في مرحلة جيد جدا نفسيا معاطفيا ممكن تساعدهم في كثير من الامور وممكن برضو يصير فيه نوع من انواع المصالحة او التقارب ما بينكو وبين حبيب او حبيب جديد اما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس بدعمكو برضو شوي على انجاز بعض الاعمال رغم انه ما في عندك رغب كثير للعمل انت خلال هذا اليوم الا انه في اشياء مهمة بتحاول انك انت تنجزها وتحاول انك انت تنتهي منها في منكم ممكن يهتم بشأن صحي او بامور صحية اما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن شوي الامور ضغطة على مسائل اوراق او معاملات المالية او امور الها علاقة بالدوائر الحكومية اوراق قانونية اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة الى البيت التاسع البيت التاسع شوي بيعمل لك نوع من انواع التحرك لاتصالات خارجية او مع اشخاص خارجية او او خارج البلاد او ممكن الاهتمام في اوراق او مراسلات مع اشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يهتم في مساءل تعليمية جامعية مثلا او بحوث او امور من هذا القبيل او مع مؤسسات تعليمية او اشخاص بيشتغلوا في هذا المجال في منكم ممكن يهتم باوراق قانونية او شيء الاعلاقة باوراق الها علاقة بالمحاكم اما بالنسبة الى بيتك العاشر يعني شوي ممكن يضغطك شوي في مساءل الها علاقة بالعمل خصوصا الاشخاص اللي على بيشتغلوا في مجالات المؤسسات الكبيرة ممكن يكون ينضغطوا اليوم يكون عندهم عملي زيادة او شغل زيادة اهم اشي انهم ما يذمروا وما يعملوا اي مشاحنات بينهم وبين زملائهم ورؤسائهم بالعمل اما بالنسبة لابيتك 11 فهو بدعم علاقاتك خصوصا مع الاصدقاء ممكن اليوم يكون في اشياء ايجابية يعني يا اما صديق بتواصل معك لمساعدتك في مسألة معينة او انت بتتواصل مع بعض الاصدقاء اما لمشهورتهم او للتعاون معهم او التعاون معهم وممكن يكون فيه نوع من انواع التقارب ما بينك وبينهم اما بالنسبة لابيت المتاعب فبدك يدير بالك على وضعك الصحي حاول انك تنجز العمال المهمة من عملك وحاول في نفس اللحظة انك ما ما تجهد حالك كثير خذ قصد قيافة من الراحة وما تهم الادويتك يعني اللي باخدوا ادوية ما ينسوا يركزوا عليها بشكل جيد وياخدوا ادويتهم في وقتها برج الميزان طبعا وضع القمر الان بالنسبة للكم مش كثير لانه في البيت السادس فهذا براكم العمل عندكم وفي نفس اللحظة شوي بتكن تنتبهوا لصحتكم بتكن تنظموا وجبات الغذاء تبعتكم وخذوا قصد كافي من الراحة بتجد سهولة في تطبيق اعمالك الروتينية او المنزلية اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف اليوم يعني نفسيتك شوي متقلبة في نوع من انواع الضغط عندك نوع من انواع الحدية والعصبية او الكسل يعني ما عندك رغب لانجاز كثير من الامور خلال هذا النهار بتلاقي انه بتسللك نوع من انواع الاكتئاب او تراخي او الكسل طبعا بسبب وجود القمر في مكان غير مناسب للك اما بالنسبة البيت الثاني فهو جيد يعني شوي ممكن تطرق بعض المسائل المالية تقدر تحلها في منك رح يهتم بمعاملات او اوراق او شكات او التزامات ممكن يهتم في هاي المسائل بنجزها ما رح يتغلب فيها ولكن قلة قليلة اللي هم ممكن يحصلوا على بعض الاموال من عمل اضافي او من صفقات خصوصا للاشخاص اللي على رأس عملهم اما بالنسبة للبيت الثالث البيت الثالث اجمالا يعني شوي بضغط عليك في اتجاه معين اللي هو اتجاه النقاشات فبتلاقي اليوم في عندك حدية في مزاجك او عصبية او ممكن انك تعصب رغم انك انت قليل انك تعصب ولكن اليوم ممكن انت تور عصبيتك بلحظات معينة هيك تلاقي حالك اللي انت عصبت او رفعت صوتك خصوصا على اخ او على احد الابناء ممكن في نقاش معين ممكن حد يستفزك لدرجة انه انت ما تتمالك نفسك اما بالنسبة للبيت الرابع فشايف الامور انا على مستوى البيت الرابع جيدة على مستوى البيت البيت ممتازة ممكن تنشغله في امور العلاقة بالتصليحات ترميمات مشتريات التزامات بيتية وعائلية يعني الامور بتكون جيدة ولكن برضو نرجع للبيت الثالث عشان نذكر في نقطة انه الاشخاص اللي بطلعوا من البيت يعني اللي على رأس عملهم بدهم يديروا بالهم اثناء القيادة اما بالنسبة البيت الخامس فشايف على مستوى الامور العاطفية الامر روتيني ما فيه شيء لا ايجابي ولا سلبي بتتعامل على مستوى العاطفة يعني على حسب طبيعة علاقتك انت والحبيب ما فيه لا شيء الزيادة ولا نقصا انت منيح وعلاقتك متوازنة مع الحبيب العلاقة بتكون جيدة انت فيه مشاكل بينك وبينه او حدية في التعامل ممكن يستفزك انه في بعض المسائل اليوم يعني ممكن تكون ضغطة ما بين علاقتك انت والشريك شريك المال او شريك العاطفة فعشان هيك يحاول انك ما تحتد زيادة وما تتجاوب معاه اذا حاول انه يستفزك حاول انك تمسك عصابك قدر الامكان عشان تمشي هاليوم على خير القادم احسن ولكن انه بدك شوي تصبر انك تطلع من الفترة هاي اما بالنسبة البيت الثامن فهو بساعدك في بعض الاوراق القانونية او المعاملات القانونية ممكن تنشغل كثير فيها وممكن يستفزك بعض الديون اللي ما في مجال لتحصيلها يعني انت مدائن اشخاص فلوس وصعب انك تحصل ها بالفترة هاي او في نوع يعني اليوم ممكن يصير في بعض الاتصالات الخارجية واتصالات مع اشخاص خارج البلاد اللي عندهم امتحانات اليوم خصوصا جامعية هذول ببدعوا بشكل جيد يعني بتكون الامور لصالحهم ولكن انا بحثهم على الدراسة اكثر والاستعداد لهذه الامتحانات بدون ما انهم يعتمدوا على الحضوض في منكم ممكن يهتم باوراق قانونية او معاملات قانونية اما بالنسبة البيت العاشر فهو جيد على مستوى السمعة بتقدر تحافظ على سمعتك بتقدر تنجز كثير من الامور المهمة خلال هذا النهار بمساعدة زميل او بمساعدة رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بعلاقتك مع الاصدقاء والعلاقات العامة اما بالنسبة بعض الاهتمام بالصحة والتغذية اكثر شيء يعني وما تترك الوسواس انه يسيطر عليك برج العقرب بتجتازه بصورة عامة فترة ايجابية بتشعره بقوة الحظ والعاطفة ماليا وعاطفيا هاي فترة فيها حظوظ جيدة بتقوى علاقتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجة اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف اليوم الاجواء عندك جيدة مشحونة بطاقة كبيرة عندك سرعة بديهة عالية جدا برضو حاب تنجز كثير من العمال حاب تشغل حالك باكتر من اشي انت عندك نهم او شغف لانجاز كثير بقول اهتمام بحالك وانجاز الاعمال وهاي الامور يعني اليوم جيد نفسيا بدعمك بشكل قوي اما بالنسبة البيت الثاني فانا شايف الامور على المستوى البيت الثاني ممكن الامور المالية هي الي تشكلك بعض الارق او التفكير المالي او الالتزامات او الديون او المحاسبية او الاشياء اللي من هذا القبيل هي الي شوي اللي ممكن اتأرقك او ممكن انه من خلالها يجيك بعض المشاكل ولكن باقي الامور ان شاء الله بتكون جيدة اما بالنسبة البيت الثالث فالبيت الثالث بدعمك اليوم عندك سرعة بديهة عالية وفي نفس اللحظة بتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك برضو في نوع من انواع التواصل الجيد اليوم ما بينك وبين اللهم المجموعة اللي حواليك او الاشخاص اللي حواليك بتقدر تقنع اي شخص تسوق لاي شيء اهتمام مثلا طلاب المدارس او طلاب الابتداء الثانوي اليوم برضو بكون عندهم حب للقراءة او المطالعة اللي عنده امتحان بنجز بشكل قوي جدا بتكون لمصلحته يعني فترة برضو بتكون ايجابية ودعمة على كل الوجه وفي منكم ممكن يكون له تعامل مع اخ اوجر اما بالنسبة للبيت الرابع فانا بشوف على مستوى البيت شوي الالتزامات بتكون كثيرة او بعض الاشياء اللي بتطلب منك الجهد خلال هذا النهار لانجازها اما هي عملية صيانة او اهتمامات بيتية او ترتيب او بعض الواجبات المنزلية او اهتمام في بعض الاشخاص اللي هم الاشياء العائلية الاشي بتطلب منك انك انت تكون نشيد خلال هذا النهار في تعامل مع احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فهو كما ذكرنا جيد وبدعمك بشكل قوي بالنسبة للبيت السادس شوي الامور ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال خلال هذا النهار يعني تفضل انك انت تنجز الاشي المهم والاشي المش مهم تأجله انا مش مع هيك يعني لو بتعمل ساعات اضافية حول تنجز الاعمال مطلوبة منك وفي منك ممكن يهتم في مسائل صحية اما بالنسبة البيت السابع ممكن هو اللي بس يزعجك ولكن اجمالا انت بتتجاوز المرحلة هاي بتقدر انك تمشي اليوم بدون لا حدية ولا مشاكل اما بالنسبة البيت الثامن فشايف انا برضو الضغط المالي بشكل عائق عندك تفكير او تفكير في الوضع القادم او الفترة القادمة كيف ممكن تنحل الامور او كيف ممكن تحصل بعض الالتزامات اللي الي الي او ديون او اشياء من هذا القبيل او ممكن انت عليك هاي الاشياء ممكن مطالبات فترهقك خلال هاي الفترة حاول انك انت ترتب امورك المالية بشكل عقلاني تقدر اليوم اللي حابب انه يطلب مساعدة او دين او قرض معين اليوم اتصالات الخارجية او اتصالات مع اشخاص خارج البلاد او مع مؤسسات تعليمية او حث ابناء قعد دراسة او مساعدتهم وفي منك اللي عنده امتحان جامع او دراسة جامعية رح يبدع اللي بيشتغل في مجالات الاستراد والتصدير او تواصل او او اشياء شركات عالمية او الايام الماضية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه شوي بدك تحافظ على سمعتك ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات بالفترة هاي ما في داعي انك انت تتهور تخالف القوانين يعني بدك تلتزم قدر الامكان اللي تحافظ على سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فبيتك 11 بدعم علاقاتك مع الاصدقاء وممكن انه يفتح لك اشياء جديدة ما كنت تتوقعها ممكن علاقة جديدة يطور علاقة جديدة يعني يعمل اشياء تكون ايجابية ودعم للك بالفترة القادمة ما بين تعاونك ما بينك وبين احد الاصدقاء فيه ممكن انت تستشير صديق في مسألة معينة وممكن يبادر صديق بمساعدتك في مسألة من برج العقرب ممكن يكون عندهم امراض عضوية ممكن انه شوي يهتم لمرضهم وفي منكم ممكن يسمع عن شخص بعز عليه انه مرض او تعبان او دخل المستشفى اهم انه انت تدير بالك على صحتك حاول تاخذ قصد كافي من الراحة وحاول انك انت ما تتوسوس وتتواهم برج القوس بينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مساكنكم او الاهتمام الكامل بيكون بامور البيت اما صياني بستني ترتيب مشتريات التزامات يعني اشياء منزلية هي اكثر اشي اللي اليوم بيكون تركيزكم عليها بتجدوا تعاون من افراد العائلة بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة يعني في نوع من انواع الايجابيات رح تكون خلال هذا النهار الوضع تقريبا بدعمك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور على المستوى النفسي متقلب خلال هذا النهار لانه لانه يعتبر اساسا وجود القمر في البيت الرابع او بعمل تربيع مع بيتك فبضغطك شوي نفسيا فعشان هيك بخلي نفسيتك متقلبة بين ايجابي وبين سلبي يعني يوم بدك تصبر بكرة وبنتقل القمر للحمل بدعمك بشكل اقوى لكن اليوم بدك تحاول انك تمشي تشعن حالك بطاقة ايجابية السيئة او السلبية اما بالنسبة للبيت الثاني يعني ممكن شوية تليح بعض الفرص للاهتمام في الامور المالية اما فواتير او التزامات او جمع اوراق او امور الها علاقة في بعض الديون او القروض او المساعدات فممكن بعضكو يحصل على هدية ومنكو اشخاص رح تكثر عندهم النفقات خلال هذا النهار اما بالنسبة البيت الثالث فانا شايف البيت الثالث اجمالا فيه نوع من انواع الضغط فعشان هيك اليوم عصبية المزاج هاي اللي موجودة عندك ممكن شوي انها تخلي فيه عندك نوع من انواع الحدية فعشان هيك ما تحاول انك اليوم انك تدخل بنقاشات ولا جدالات ولا تحاول انك تفرض رأيك على حد لانه ممكن يعتبروا نوع من انواع التدخل في شؤونهم فهذا الاشي حاول انك ما تحتك كثير او تجادل كثير او تناقش كثير اما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الخامس فهو يعني روتيني على المستوى العاطفي على حسب علاقتك انت والحبيب بتتعامل اذا علاقتك ايجابية الامر ايجابي اذا علاقتك سلبية فالامر سلبي اما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة عندك ولكن برضو بدك تراقب وضعك الصحي يعني حاول أنك ما تهم الأمور الصحية أكثر شيء وما تتأخر عن دوامك أو عن أعمالك على أساس أنه ما تتراكم عليك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي يعني في نوع من أنواع الحدية ما بينك وبين الشريك ممكن تغضب على الشريك أو تزعل منه بتصرف معين أو أنه أهملك أو أساء التصرف معاك فهذا الإشي ممكن أنه يعصبك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن يعني أنا شايف أنه الأمور يعني ممكن يكون في بعض الاهتمام بأمور إلا علاقة بالأوراق البنكية أو المعاملات المؤسسات الحكومية أو شيء العلاقة بالجمعيات اللي بيقدم تبرعات أو محاولة لطلب دين أو مساعدة يعني البيت إيجابي فبدعمك في النقطة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصالات الخارجية رح تكون محصورة مع أشخاص معينين مش مع الكل يعني مش نشيط أو عندك نهم في هذا الموضوع للاتصالات لا هي مقصورة على أشخاص معينين ممكن الاهتمام اللي عندهم دراسة أو امتحانات جامعية اليوم يستفيدوا بشكل جيد وفي منكو ممكن يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بتقدر تحمي سمعتك اليوم وتدافع عن حالك وبتثبت جدارتك أمام أي شخص بيحاول أنه يشكيك بسمعتك ممكن تنجز بعض الأعمال على مستوى عملك إذا أنت عرأس عملك بالنسبة للشركات الكبيرة يعني ممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدة زملاء أو رؤساء بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بضغط عليك شوي بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن يتصرف تصرف غلط أو يحاول أنه يتحكم في حياتك أو يفرض رأيه حاول أنك ما تعطيه مجال حاول تحط له حدود وما تخليه يتمادى زيادة على أساس أنه الفترة القادمة فيها نوع من أنواع الضغط على الأصدقاء فحاول أنك من البداية تختصر الأمور وتقطعها بدون ما تخليها تتمادى وتأخذ فترة طويلة وأنت بين شد وجد في علاقاتك أما بالنسبة لبيت متاعبك يعني شايف الأمور أنا إيجابية يعني ما حمي من الأمور هاي لكن أنه برضو تقلب مزاجك هو اللي بيأثر عليك أكثر شي إجمالا أنه رح يكون الوضع جيد بتقدر تنجز أعمالك عندك رغبة لمراقبة الأمور اللي إلها علاقة بالتغذية أو بالصحة في أشياء إلها علاقة بأمور إلها علاقة بأماكن ممكن تتحرك باتجاهها أو صار عندك رغبة للذهاب إلها ولكن أنا بقول لك أنه أماكن مجهولة أو أماكن أنت ما بتعرف فيها بنصحك أنه بالفترة هاي ما تدخلها برج الجدي بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات أهم شي إنكم تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن خصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من البيت اللي ما عليهم حجر واللي مش قاعدين في البيوت يعني الأشخاص اللي عرأس عملهم علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم اليوم بتكون ممتعة ممكن تستفيد من علاقاتك وخصوصا مع المحيط يعني يوم جيد جمالا بدعمك بشكل قوي القمر موجود في بيت حليف لإلك بساعدك في كثير من الأمور على المستوى النفسي اليوم أنت مشحون بطاقة كبيرة عندك شخصيتك حيوية كثير بتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال والمهام عندك ثقة عالية بنفسك اليوم يعني مميز أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية ممكن هي اللي تسبب لك بعض الضغط وخصوصا من ساعات الصباح ممكن يكون شوي في بعض الالتزامات أو بعض الدفعات أو بعض الأخبار اللي تتعلق بالأمور المالية اللي ممكن أنها تستفزك أو توترك في عندك مشتريات حاول أنك أنت تقتصرها على الأشياء المهمة والضرورية ما في داعي للمصاريف لزيادة أو في منكو ممكن يهتم بأشياء إلها علاقة بالعمل الإضافي ويحصل على بعض المدخيل اللي ممكن تجي من هذا الباب أما بالنسبة للبيت الثالث فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات يعني بعطيك دافع كبير وحافز كبير ونشاط كثير يعني وحتى قدرتك عن نقاش اليوم عالي مقنع لأي شخص أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على المستوى للبيت الرابع شوي في أمور لها علاقة بالعقارات أو في البيت ممكن أنها تأرقك أو أنه تسبب لك بعض المشاكل أو الخلافات أو يكون عندك بعض الأعمال الكثيرة أو الالتزامات الكثيرة اللي أنت حاب أنك تأديها في منكو ممكن يسمع خبر عن أحد المقربين لإله يزعجه أو يوتره أو يسبب له بعض الإرهاق أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد بدعمك بشكل على المستوى العاطفي بشكل جيد خلال هذا النهار ممكن أنه حتى يفتح لك أبواب جيدة جدا مع الحبيب أو نقطة للتلاقي أو للمصالحة حاول بس أنه إذا حاول أنه يستفزك أنك أنت تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك عندك رغب اليوم في العمل والإنجاز أو إنجاز العمال أو حتى لو كان بمساعدة أشخاص ما بدك تراكم العمل عندك وضعك الصحي إجمالا رح يكون جيد أما بالنسبة للبيت السابع فشوية الأمور ممكن يكون فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى الشركاء أو المتزوجين خصوصا في ساعات الصباح ممكن يتصرف الزوج شيء يزعجك أو يربكك أو ممكن أنه حتى يسبب لك نوع من أنواع العصبية امسك أعصابك وتلاقي الأمور إنها بتمشي بشكل إيجابي ما تتجارة مع الضغوطات على أساس أنها ما تكبر وتصير خلاف إجمالا الأمور جيدة ممكن اليوم بعضك يوقع على بعض الأوراق أو يهتم في بعض المعاملات أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه في ضغط على المستوى الأموال المشتركة فعشان هيك شوي ممكن أنه هاي برضو من اللي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك والاهتمام خلال هذا النهار أشياء لها علاقة بأوراق ومعاملات أو أشياء لها علاقة بمراسلات بنوك أو تعاون مع بنوك أو مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالعوائد المادية مثل البنوك أو الضريبة أو أشياء لها علاقة بمؤسسات الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو إجمالا يعني شوي بدعمك اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن برضو يفتح لك بعض الأشياء اللي لها علاقة بالدراسة أو الامتحانات إلك أو لأحد المقربين ينجزوا إنجازات قوية وتكون إيجابية وفي منكم ممكن يهتم ببعض الأوراق القانونية أو في منكم ممكن يهتم في أشياء الليها علاقة بدراسة لغة أو الاطلاع على ثقافة معينة أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر شوي ممكن إنه يعمل نوع من أنواع الضغط على مجال السمعة فعشان هيك شوي ما بدك أنت تعمل أي مجازة فيه اللي ممكن إنها تشوه سمعتك أو تعمل خلاف ما بينك وبين أي شخص تشوه سمعتك فحاول قدر الإمكان تحافظ على السمعة وما تخالف القوانين وما تدخل فيه أشياء مشبوهة أو أشياء متسرعة أما بالنسبة للبيت 11 يعني شوي فيه يعني انتعاض من تصرف بعض الأصدقاء أو تدخلهم في شؤون حياتك ممكن هذا شوي يخلي فيه عندك ردة فعل حاول قدر الإمكان أنك تحط حدود وما تسمح لحد أنه يدخل في حياتك وتعامل معهم بالشكل اللي برضيك أنت مش تتعاطى معهم عشان تتعامل معهم بالشكل اللي برضيهم أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فشوي فيه نوع من أنواع الضغط اللي بيجي على شكل مفاجآت رغم أنه هو إيجابي فعشان هيك إنجز العمال الضرورية وخذ قصد كافي من الراحة وحاول ما ترهق حالك كثير إذا عندك أدوية أنت بتأخذ أدوية مزمنة أو لأمراض مزمنة حاول أنك تلتزم في الأدوية بدون نسيان برج الدلو تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا النفقات المتصاعدة بتعرف نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على أموال أو أرباح خصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم نفسيتك ممكن أحسن من الفترة الماضية يعني مدعوم أنت اليوم بنشاط أكثر رغم أنه الوضع الفلكي مش كثير بساعد ولكن أنه أنت برضو نفسيتك أحسن من الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني زي ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث شوي يعني النقاشات والأمور البيت الثالث بنشوفها روتينية أكثر يعني بتتعامل باتصالاتك أو تعاملك مع الأشخاص أو الإخوة أو الجيران بتكون على حسب طبيعة علاقاتك معهم الاهتمامات بالدراسة والامتحانات لازم يكون مستعد ودارس ومجهز حالك ما تعتمد على الحضوض أما بالنقاشات والهاي فما فيه شيء سلبي فأنت ممكن تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه ما زال الضغط موجود على مستوى البيت فشوي الأمور ممكن أنك أنت لو يعني رتبت الأمور بشكل صحيح بتلاقي الأمور بتمشي بالاتجاه الصحيح في نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن اهتمام ببعض الأعمال المنزلية أو الشغلات اللي بتحتاج لنوع من أنواع الترتيب أو الصياني أو المشتريات وممكن يصلك خبر هيك بتعلق في أحد الأقارب يعني شوي أنه يزعجك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على المستوى العاطفي روتينية بتتعامل مع الحبيب على حسب طبيعة العلاقة ما بينك وبينه وحسب علاقتكم أنتم في بعض ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور يعني فيها نوع من أنواع الحدية ممكن بسبب تعطيل الوضع العام اللي إحنا فيه موجودين فيه ممكن شوي تراكم عندك بعض الأعمال أو يهمك مسألة معينة لها علاقة بالعمل أو يكون عندك بعض الالتزامات بالعمل أنت ما تقدر توفيها بالكامل خلال هذا النهار يعني بدك شوي هيك يترتب أمورك بشكل جيد بتلاقي الأمور إن شاء الله إنها انفرجت أو الفترة القادمة بتحملك بعض الانفراجات أما بالنسبة للوضع الصحي فهو بيحمل بعض التقلبات الصحية بدك تكون حذر منها أما بالنسبة للبيت السابع فهو يعني بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالشراكة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار ولكن في ساعات المساء بدك تكون حذر من بعض الصدامات أو الخلافات أو رداتها للفعل العصبية اللي بتتعلق ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بعزز بعض النقاط المالية اللي ممكن من خلالها إنك تسعى في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالدعم أو القروض أو الديون أو المساعدات أو أبواب ممكن تفتح لك مجالات تتحصل من خلالها بعض الأموال أما بالنسبة للبيت التاسع فيعني اليوم فيه نوع من أنواع التهرب من بعض الاتصالات خصوصا الاتصالات الخارجية ممكن تهتم أنت بس بمسائل إلها علاقة إما بالأوراق القانونية أو المعاملات القانونية وفي منكم ممكن يهتم في أشياء إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات أو التنقلات على كل حال اللي عندهم دراسة أو عندهم امتحانات ما يعتمدوا على الحضوض بدهم يدرسوا ويستعدوا أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة حاميك الفترة هاي يعني سمعتك ما في عليها أي تأثيرات بالعكس أنت مسكر الأمور بوجهة أي واحد بيحاول أنه يشكك بسمعتك أنت عندك قدرة عالية جدا على رضع أي واحد بيحاول أنه يشكك فيك وفي أخلاقك وبرضو ممكن أنت اليوم تسعى في بعض المسائل إلها علاقة بالعمل يتدعم من علاقتك ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبينك وبين الأصدقاء يعني شوي الجو إيجابي ولكن أنه برضو أنت ممكن تأخذ على بالك من تصرف بعض الأصدقاء أو صديق معين أنه يتصرف بغير المكان المحدد إلوه فيحاول أنه يتجاوز هذا المكان فأنت تحط له حد على أساس أنه ما يتدخل في شؤونك ويفرض حاله على طبيعة حياتك في منكم ممكن يتعامل مع صديق لا استشارته أو للتواصل معه لحل معين أو لمسألة معينة تستفسر عنها فهو اللي يساعدك في هذا الموضوع أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالعكس أنت مسيطر على الأمور بشكل قوي بيت المتاعبك يعني محمي شوي فعشان هيك الفترة هاي بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية تقدر تنجز بعض الأعمال وتهتم في صحتك وفي أدويتك والأمور إن شاء الله جيدة برج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن تقضي فترة من الهدوء السكينة والطمأنينة على المستوى النفسي يعني القمر موجود عندكم في البيت الأول بدعمكم بشكل كامل وخصوصا الآن يعني بيأثر على كل موليد برج الحوت فعشان هيك بعطيهم طاقة كبيرة ثقتكم بأنفسكم كبيرة يعني والنشاط واضح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور على المستوى المالي فيها بعض التأزيم أو فيها بعض الضغوط المالية فعشان هيك ممكن يأرقك بعض المطالبات أو المشتريات أو المصاريف أو الفواتير يأرقك في خلال هذا اليوم بترتيبها وعدد جدولتها أو الاهتمام فيها أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاش والاتصالات والمواصلات وإيصال وجهة نظرك لللي حواليك حتى الاهتمام في أمور علمية أو نقاشية أو دراسة اللي بيشتغلوا في مجال التسويق برضو بيسوقوا بشكل جيد لعمالهم يعني الأمور إجمالا إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع شوي بيعمل لك نوع من أنواع الضغوط أو المسائل العائلية اللي ممكن أنها تسبب لك نوع من أنواع لإرباك سوء تفاهم أو خلاف أو محاولة فرض الرأي هاي الأشياء اللي بتزعجك واللي اليوم ممكن أنك تتعرض لوحد منهم فاتثير عصبيتك أو حفيظتك للمواجهة حاول أنك ما تستسلم للي حواليك في بعضك ورح يكون عنده الانشغلات على مستوى الأعمال المنزلية اللي بتتراكم عليه وبتضغط عليه فعشان هيك يبدو يكون جاهز لهاي المفاجآت وينجز كل شيء بالوقت المناسب وبدون ما يزعل من تراكم هاي الأعمال أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي الأمور تقريبا بلشتها يعني تتمركز بالاتجاه الصحيح فعشان هيك يمكن اليوم تبادر بنوع من أنواع المصالحة أو المقاربة ما بينك وبين الحبيب وممكن برضو يصير في تقارب واضح أو تعاطف ما بينك وبينه وتكون الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط عشان هيك ممكن تتراكم بعض الأعمال عندك أو ممكن أنت تتأخر عن دوامك أو تسهى ما تركز مزبوط فيصير فيه خطأ معين العلاقة بالعمل حاول أنك تركز بشكل جيد وانتبه لصحتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي يعني الأمور لا هي إيجابية ولا سلبية بالعكس هي روتينية ولكن تميل للإيجابية في نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين الشريك إلا إذا كان الشريك نفسه برجه بعارضك أو بخالفك فممكن يكون فيه خلافات أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأمور برضو ما فيها لا إيجابي ولا سلبي ولكن في بعض المسائل المالية اللي بتأرقك خصوصا الأموال المشتركة أو أمور إلها علاقة بالأوراق أو العقود في منك رح يهتم بمسائل غيبية أو أمور إلها علاقة بالتاريخ أو بالماضي أو بالأفلام الخيالية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بنعمك على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مع مؤسسات دولية أو أكاديميات تدريس أو تعليم أو على مستوى جامعات اللي عندهم امتحانات اليوم على المستوى الجامعي بقدموا بشكل جيد وبتكون امتحاناتهم جيدة وفي منك رح يهتم بدراسة إما لثقافي معينة أو للغة معينة أو أنه يدخل في أشياء إلها علاقة بالبحوث عن مسائل إلها علاقة بأشياء غيبية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه البيت العاشر بدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار فممكن خلال هذا النهار تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة بعملك مع المؤسسات الكبيرة ممكن بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل هو اللي يخفف عليك بعض الالتزامات سمعتك أنت محافظة عليها بشكل جيد ما فيه أي شيء ممكن يأثر عليك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف البيت 11 اليوم روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لتعاملك مع الأصدقاء بالعكس بتتعامل على حسب طبيعتك أنت وطبيعة أصدقائك وطبيعة العلاقة ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب يعني هو جيد اليوم أهوى من الأيام الماضية فعشان يخفت الضغوط عليك يعني حاول أنك أنت تنجز العمال الضرورية حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة تنتبه لتغذيتك وأدويتك وفي نفس اللحظة يعني فيه نوع من أنواع الأمان أنت بتشعر بالراحة ولكن حاول أنك ما تخلي الوساوس أنها تسيطر عليك أو تأثر عليك خلال هذا النهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء